مرحمن الرحيم شكراً مرحمن الرحيم منتير المنابر الإعلامية المناسبة هي انعقاد الضورة العادية لشهر مايس سنة 2023 وللضمارات واحدة عادة النقاط التي تهم السير العادي الجماعة العامر كانت أولها النقطة المتعلقة بالقطاعات المتكررة للكهرباء تانيها دائماً الشركة الرضال وهي ربط بعد الدواوير وبجاب الحسن وهالله والبيطاري وبالصليح الشرب وتطهير السائل نقطة تالتة تكلمت من طبعة الحال مع الممتلة أو الممتلة دي الوزارة الفلاحة والممتلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول نظام آمو وآمو تضامن نقطة رابعة والمتعلقة والمتعلقة من طبعة الحال بالمشاكل التي يعرفوها أو للتسجيل المواطنين في النظام المساعدة للطب آمو هذه النقطة من طبعة الحال كانت فيها وحد عدد العروض وتقديمات وشروحات الإخوة الممتلين عن القطاعات ومن طبعة الحال التي ذكرنا فيها من قطاعات المتكررة ويليخدت أكبر حيز من الوقت من هذه الدورة عرفت مدخلة قوية من طرف المستشارين حول من قطاعات المتكررة التي تعرفها الجماعة والسبب من طبعة الحال هي ورقة المفوض للقطاع أو المفوض للقطاع لشركة هي شركة رضال التي كان أخذ ورد بين المستشارين والناس الممتلين ديال الشركة ديال الرضال والتي أفضت من طبعة الحال لإيجاد حلول جدرية وليست تقنية للحد من هذه الظاهرة تطرق كذلك المجلس من خلال النقطة التانية للإكرهات أو المشاكل التي تعرفها عدد كبير من الاتفاقيات المبرامة بين الشركات رضال والجماعة ديال العمل لرد الدواوير النقصة تجهيز بالماء الصريح للشرب الكرباء والماء أو لتطهير السائل من طبيعة الرد للناس كان عنده علاقة بتصور جديد للسلطة المفوضة المفوض لها هذا القطاع عبر اتفاقيات المساوى الجهوي بمبلغ مالية جد محترمة والنقطة التالية والرابعة المتعلقة بنظام أمو ونظام السنساس أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت واحد عدد الشروحات واحد عدد الوطائق التي تقدموا المستشار ومستشارة الجامعة العامر بتفسيط مستشارة للتسجيل من طبيعة الحال بالسجيل الوطني والسجيل الفلاحي تقديم كذلك واحد عدد الشروحات حول لا إلغاء أو لا التشطيل من اللواحة أو الالتحاق بفئة ومغادرة فئة أخرى نقطة أغنت من طبيعة الحال لإجلول أعمال ديال الطورة المتعلقة بالحضور للوزن للمدير الوكالة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من طبيعة الحال كانت محل عدد الشروحات حول ما هناك إمكانية لخلق وحد النواة ديال هاد الوكالة هاد في الجامعة العامر لتقريب الخدمة من المواطنين أو المرتفقين لتمكنهم الحصول على المعلومات الكافية والولوج إلى سوق الشغل ما يخفى شعليكم كذلك أن الجامعة الدولات في وحد عدد الاتفاقيات وحد عدد النقط المدرجة في إجدول إعمال دورتها من بينها التداول حول قرارات الصفيف للطريق الإقليمي الربع الاف وثلاثة وثلاثين اللي ارتاقى المجلس برمته التأجيل في النظار في هذه النقطة لغاية الاطلاع على مشروع تصميم التهيئة نقطة ثانية متعلقة بالاتفاقية شركة بين الجماعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية والتي عرضت على المجلس في نسختها الثالثة بعد تدخيل التعديلات اللازمة وتحديد المسؤوليات وتحديد مصادر التمويل تم تأجيل النقطة الأخيرة والمتعلقة بلجنة مساوة الفرص إلى دورة لاحقة كما تخلف عن الحضور وكالعادة السيد الممتل تشركة ألزا لطرح واحد عدد دي المشاكل المتعلقة بالنقل الحضاري داخل الجماعة الدورة مرت في أجواء جد مريحة تمكن جميع المستشارين المستشارات تطرق لجميع النقط أو لجميع المشاكل التي تعرفها الجماعة من طبيعة الحال من خلال النقط المدرجة خلال هذه الدورة أنا كنعتبر بأن التصميم تعتبر من الوتائق التعميرية المهمة في الحياة اليومية أو في السير العادي الجماعة الترابية كما قلت ترافع منذ بداية الولايات وترافع دائم لاعلم السوا الجلسات العامة بين البرلمان على شكل أسئلة كتابية وشفوية آنية للسيدة وزيرة التعمير والسكنة وإعداد التراب الوطني والسياسة المدينة على مستوى لجنة الداخلية وأنا نائب رئيس لجنتها لعا مع السيد وزيرة الداخلية مشكور والسيدة وزيرة التعمير والسكنة وسياسة المدينة هذه المرافعات كلها منذ تولينا أو منذ بداية الولاية التشريعية ونحن ننادي بالتسريع بإخراج هذه الوطائق التي التعمير إلى حيزي الوجود ولكم في ذلك المنشورات والفيديوهات التي تتكلم في هذا الإطار هذا اليوم أنا كنت تعتبر حادث حادث منقطع النظير في هذه الجامعة والتوصد الأسبوع الماضي بنسخة لتصميم التهيئة من أجل نشره من خلال البحث العلني وذلك ابتداء من الاثنين تمانية مايو من هذه السنة من أجل إبداء الملاحظات عبر السجل سيكون في المصلحة التعمير لها الجامعة هذه الوثيقة التعميرية التي تتكلم عنها اليوم عندها هي ممكنها وثيقة تعميرية مكمولة فيها جميع من كلها وثيقة تعميرية ترضي كل شيء ولكن المهم في هذه الوثيقة التعميرية هي أن وثيقة من الجيل الجديد ومنفتحة على التوجهات العامة ديال الدولة واللي أهمها هو في نفس وقت الاستثمار والسكن اللائق والمصالح العمومية هذا المشروع التي تصممتها عن طبيع الحال يتضمن جميع المتطلبات ديال الدولة والساكنة ومكر هنا الجامعة ديال العامر بعد هذه السنوات العجاف منذ التأسيزيات 2008 إلى غاية اليوم أنها تولي قطب قطب يكون عنده واحدة جاذبية لا من بالنسبة الاستثمار ولا بالنسبة للساكن للساكنة ديال العامر ولا المستثمرين اللي غيوفدوا على هاد الجامعة هادي ونقطعوا مع كل ما هي وما هو عشوائي وكل ما هو فوضوي ونسوا هاد 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 الغلايا اللي كيتكلم عن اللي كيتكلم عن القطع ديال القرباء أحياء ناقصة تجهيز مشاكل في الطرقات مشاكل في في تسير من طبع هاد الوثيق هي مشي وثيقة منزالة وغا تبقى هي صحيح أن عندها مدة ديال الصلاحية اللي كيتمشي حتى العسرة ديال السنوات ولكن يمكن في أي وقت حسب التوجهات السياسية وحسب التوجهات الماكرو اقتصادية أن هاد الوثيقة ديالتعميل تكون محط تغيير محط إصلاح ما يمكن إصلاحه ولنا في البحث العمومي ما يكفي من الوقت لإبداء جميع الملاحظات والتعرضات على التنطقات أو المشاريع المزمع إنجازوها في هذه الجماعة للتأكيد فقط وما يتم ترويجه عند الساكينة من طبع الحل من طرف واحد العدد ديال الناس محوام الله وأن الجماعة ستخضع الواحد العمالي ديالنزع الملكية ستخضع الواحد العدد ديال هادو هادو مشاكل واهية هنا كنتكلم على وطيقة عميرية ستحدد المعالم أو للتوجهات العامة ديالجامعة ديالعام كجماعة ترابية ولا نحن كمستشارين ومستشارات وبرلمانيين ديال 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 المنطقة وساكينة ديالجامعة ديالعامر من خيرات فهد الورش اللي كانت أعتبرون أكبر ورش هتعرفوه هادو الجامعة هذي وهو اللي غادي يحد مع أنا كنسميها السنوات العجاب اللي عرفتهم هادو الجامعة هذي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة